وفق مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل يهدف المشروع إلى معالجة السلبيات التي أصفر عنها تطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 وتعديلاته والتي وصلت حدا لاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس المساشر بهاء أبو شقة والتي استكملت النقاشات حول مشروع قانون العمل وتقارير اللجان المعنية ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أصفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجري بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم وفتح المستشار بها أبو شقة الباب أمام النواب لمناقشة بنود مشروع القانون المادة 253 بتحط عقوبة على اللي بيخالف أحكام متين 5 أو 6 وبالتالي ألفين جنيه بس يعني غرامة على مخالفة زي دي شايفنها متدلية جدا نحن بنتكلم على النص على حضر أي ممارسات من شأنها إحداث نوع من أنواع العنف ضد المرأة في سوق العمل بالمناسبة كلام ده بيتقاشى مع مستهدفات ناتجية الوطنية لحيو الإنسان البنود بيحمي العامل أولا وبيحمي صاحب العمل وبيشجع صاحب العمل على حاجتين على إنشاء شركات ومصالع لاستعاب العلمان فده مصلحة العامل قبل مصلحة سعب العمل بدل ما يحطه في زبانك وبدل ما يحطه فيه لا هو بشجعه من يعمل مشروع وفي ختام جلسة مناقشة بنود مشروع القانون وافق النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الذي يهدف إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجامعية بالطرق الودية وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال اشتركوا في القناة